موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من مغامرات بلتز 3 زائد 2 ومحاولات رفع التقييم الكلام في هذه السلسلة قليل شوية علشان بنحاول بنبقى مركزين ونجيب نقل قوي لندن جرونفيلد عن لندن H4 H5 بستموف خلينا أجرب F3 والتي هي الأسرع في هذا الشكل والآن بيشيب D3 خلينا ألعب على E4 أوكي لازم هو اللي يأكل والآن المعاناة ستأتي من هذا الحصان محتاجين ما نخشش في Time Trouble ضروري أو نخش ما هنعمل إيه ما هو بلتز Time Trouble جزء من اللعبة أوكي هل دي حلوة؟ ده سؤال مهم أعتقد وحشة باكل بابي الطويل واضغط على البيداء ده أصلا طب تبيض طويل هده على فكرة أنا لسه مش مبسوط علشان الحصان ده يعني مش عارف أحطه فين دلوقتي هنا ولا هنا ولا بس الشكل هعمل كده وحاول أكثر أوكي هو بيلعب يعني بCounter Play على هذا البيدق وإذا أكلت أكل وإذا أكلت هناك ضغط أسطوري على الوتر هذه حقيقة لا مجال لمناقشتها سيسترجع بيدقه والله غلطان والله يا محمد غلطان كان عندي كوين بي فاينز بس أنا سريع الطلقات في البلتز معرفش بلعب كده ماشي كوين بي فايف كانت قوية أحسن من كينج بي ون اللي هو تعالى نكسر ومعي بيدق وعندي إضعاف على بيدق كمان لكن كينج بي ون ما تزعلش حظ سعيد المرة القادمة للعبد لله اللي هو أنا أوكي الفكرة ما زالت موجودة فاخرنا نلعبها كوين بي فايف ما زالت الفكرة موجودة هو بدأ يتضغط في الوقت بحاجة حلوة أكل أكلت بيت طب خليني أكمل انتشار يلعب بي فايف وارد هربطه أو يطردني حقه وأنا أرجع مكاني الآن ضغط ضغط ومعي بدأ كامل زيادة هذا إنجاز ومعي دي تين تقريبا زيادة بي فايف هنا في ضغط دفع البيدق حياكل حياكل أفكر أكل هنا وبعدين أطلبه لو أكل كده برجع أكل عادي أو أطلبه دلوقتي مشي هنا غريبة شوية ماشي عاوز ألعب A3 وأحاول أحمل بي دا ماشي هو كده أو كده هو عايز يجوز تقريبا خليني ألعب روك D3 وأجوز أنا كمان A3 منعت قفزة الحصان أباه دفعات سريعة آه دا عايز البيدأ دلوقتي إجباري أوكي ماشي لو أكل هطلب أوكي منفع أحمي كده ولا ما ينفعش منفع أعمل كده كمان دلوقتي ما قدرش يكل مرور حكله وبعدين منفع أعمل كده حلوة الدنيا شوية ماشي ممكن أجوز على البيدأ ممكن أخذ البيدأ ممكن أخذ البيدأ لأ لأ دي مذاكرها دي بس بقى يا عم ما تفرقش بقى هقرب مشيت تب علينا يا رب من الفرق آهو هاتو لو أكل حاكو اللي أكل في الآخر في كش وباخد الحصان يا رجل يا رجل زودتها يا رجل زودتها بس حقك حقك تلعب لآخر فرصة حقك جماعة إمتى هيجيلي ناس كده مكلبزة تعالوا نلعب حاجة ما نعرفش عنها أي حاجة الله يا واتبطلش آوة هنرجع بيدأنا لو سمحت آه أصلا ما عندكش مانع لا افتحلي الدنيا بسرعة بقى أنا موافع لعب بدأ معزول يلا أشكال تشبه The Tarash Defense Knight C6 آه ما تربطنيش حاضر روك E8 ربطة شكلها قوية سؤال مباشر جاي تعمل إيه ده يربطك يا حبيبي Knight ها هنا هل يمكن استغلال أي شيء أمم أمم Queen E7 مثلا ضغط على هذا المربع ومحاولة إيجاد فرصة جيدة أمم ماشي حقك طبعا أوكي لأ في الفي بيدأ جاندة يربطني في الفي بيدأ ياكل ادي له كش وأخذ الحصان بس في الفي بيدأ الآن من الربطة يبقى فيها كلام الربطة دي هيبقى فيها كلام خصوصا أن أنا ما عنديش أي تكملات واضحة طيب Knight E4 يمكن أعايزين حصان في بيدأ حصان في بيدأ تبدو قوية طلب الحصان طيب أنا لو كلت دلوقتي هات وزيرك هو هيعمل إيه لازم يأكل كده مولفلين بقى ونتدلع ولا إيه أوكي حاكل هات وهات يعني في فترة في فترة جاي أصلا أصلا كيش أوكي ما ديناكل هنا مثلا ما هو ما فيش أكثر منطقية من إني أكل يعني هعمل إيه طيب ما رخ كملة زيادة يا جدعان لا فرق بس فرق بس طيب ماشي وما كنتش عايز لكو للقطعة ماشي ماشي قطعتين وصد قطعتين آه معي فرق بس ماشي طيب هل ممكن أعمل كده ممكن يرجع يطلب وزيري عايز يكسر بس التكسير بالنسبة لي عظمة انتياز في لين فرق رؤعة مفتوحة الأمور ممتازة إن شاء الله ايه ده الفيلب أصلا هو أنا أصلا رشحت النقلة دي في دماغي إزاي حاجة غريبة جدا أوكي على كل المعركة اللي بعدها 2132 بنزيد في المستوى تاتا تاتا والمفروض إن الموقع بيرشح لنا الناس دي بناء على آه ما عرفش بناء على أي بس وقعد بيجينا ناس أقل في التقييم أنا ما طلبتش زيادة في المرتب آه في زيادة في التقييم أنا اللي ما طلبتش هي غلطتي كوزمن أرتم تشاس ده اسم اسم شكله إيه والله من روسيا ده اسم روسي كوزمن أرتم تشاس ده اسم روسي معقول تصبر علينا يا عم الحج اسبر خليني اعتمد التضحية دي بالله عليك ما زمان ما ضحيتش حاسس إني هلعب التضحية ولا أي حاجة أنا رايح يعني رايح إيه الكلام إيه دي مثلا يعني ده إيه ده ده إيه ده لو عمل كده يخسر حسانه طب إيه طيب لو عمل كده بياخد مات رجل ده بيخسر خلاص رجل ده بيخسر خلاص انسى الكلام ده فضل كل هاتمات تأكد إن انت من روسيا روسيا الشمال ولا روسيا مش عارف المستوى ده مش روسي بس ممكن يطلع عنده ست سنين في الآخر خلي بالك يعني يعني ممكن يطلع تأمس يعني ولا إيه كليم فيكتوري عشان إحنا ما عندناش وقت نضيعه مع المأميس الكلام ده مزبوط ولا لا أوه مدفر باعي كباري ماشي تضحية مزبوطة أهم حاجة آه تضحية مية مية الأولى ياكل 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 يا جماعة ده ده في جي ام بيلعب هنا جي ام ماسك عيل عنده ست سنين من من روسيا وهاتك يا ضرب أوه واو لا ده احنا نكتفي بهذا القدر بقى احنا كده ثلاث مطشات كفاية قوي وعظمة جدا اتمنى تكون البسطة واستمتعت وادعلنا بصلاح الحال واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة